السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله معنا تجربة رقم خمسة النهاردة وهي تجربة السينكورونس ماشين أو تجربة السينكورونس ماشين وعندنا أنواع تجربة السينكورونس ماشين ثلاثة أنواع أول نوع تجربة نوع التاني تجربة والنوع التالي تجربة والنوع التالي تجربة معنا النهاردة ناخد أول نوع معنا اللي هو النوع هنوصل عندنا الآلة السينكورونس متشابها جدا بآلة عندي برضو نفس ملفات الاستيطر ست ملفات ثلاث ملفات منهم بوصلهم مع بعض أو بكسرهم على بعض أو بعملهم شرطة على بعض عشان أنا بوصل آلة ستار والثلاث ملفات عندي التانيين هم اللي هدخل بهم على التجربة الاختلاف عندي إن ملفات الروتور بوصلها بمصدر دي سي دون ملفات الروتور وبوصلهم بمصدر دي سي وعندي البرايم موفر برضو عبارة عن شنط ماشين يبقى أنا هنشغل الآلة السينكورونس هكون عندي سينكورونس جينيليتور يبقى يكون عندي عبارة عن شنط موفر ونبدأ إن شاء الله أول حاجة عندي لازم بنوصل ملفات الاستيطر بنعمله مصدر يعني لازم أكسر ثلاث ملفات منهم بداية ثلاث ملفات على بعض بالشكل ده واخد الثلاثة التانيين عندي على التجربة أول حاجة عندي هطلع من أول نقطة لملفات الاستيطر أدخل على عندنا الأجهزة قدامي أول أميطر ده أرض بتاعه نطلع من النقطة التانية لأميطر نقطة دي أقفل الدائرة توالي برضو زي ما إحنا متعودين وده جهاز الواتميطر عندي ملفات الطيار عندي دول ملفات الطيار ودول ملفات الجهة أدخل على أول نقطة لملفات الطيار واطلع منه ملفات الطيار في الواتميطر أدخل عليه بقى أنا عندي التجربة هنا بنقول يعني أطراف الستيطر عندي مفتوحة مفتوحة يعني بوصلها على على فولتاميترات فولتاميتر طبعا مقومته كبيرة جدا فهي دي النفس النتيجة أن الألة تكون مفتوحة أدخل على عندي الفولتاميتر الأول أهو أدخل على ده آخر نقطة خارجة من الفيزة رغم واحد أو ملفات الأولى في الألعند أدخل على أول نقطة فيه فولتاميتر عندها الشكلة السالي الفيزة أموصل الفيزة الثالثة لأنها متشابهة جدا للفيزة الأولى أطلع من الفيزة الثالثة على الأميتر ونرأع برضو أن يكون السيكوينس ثابت في الشغل كله أنا أدخل في النقطة دي هنا وبدخل في النقطة دية هنا أطلع من النقطة الثانية للأميتر على ملف الطيار برضو فوات ميتر الثاني عندي وديهم ملفات الطيار أطلع من النقطة الثانية لملف الطيار على النقطة الثانية للفولتاميتر بالشكل وأنا أعتبر دية نقطة التعادل للمقطة اللي في النص اللي هنوصل عليها الفولتاميتر الثاني بتاع الفيزة الثالثة يعني عندي كده اتوصلت لنقطة التعادل اللي احنا هنوصل عليها هطلع عندي هنا دي هنا تباري نقطة التعادل يعني ايه نقطة التعادل يعني هطلع هدخل منها هدخل فيها على الفولتاميتر التاني بالشكل ده نقطة التعادل نقطة التعادل الفولتاميتر التاني على الفيزة اللي في النصة عندي بالشكل ده كده لسالي حاجة واحدة تتوصل اكتر من حاجة حاجة منهم ملفات الجهد ليه الواطميتر ملفات الجهد للواطميتر عندي اول واطميتر اوصلها ملفات الجهد مع نقطة ملفات الطيار بالشكل ده نقطة تانية ليه ملفات الجهد بوصلها على نقطة التعادل او نقطة اللي في النص عندي او الفيزة اللي في النص بنبس السلك طويل شوية فيزا اللي في النص عندي اوصلها على النقطة اللي في النص هنا في الالة هي تقع اقرب لي واسهل لي بالشكل ده. كذلك الوقت ميتر التاني توصل بنفس الطريقة ونقطة من ملف الطيار مع نقطة من ملف الجهد. واخد المقطة التانية بالشكل ده على نقطة التعادل اللي في النص عندي. وبكده يكون السنكرونس جنيراتور وتوصل. لسه لي بس اللي هو يتوصل شنط. ولسه لي كمان اه بل ما ننسى ان احنا لسه موصلناش اصلا اه ملفات الروتور عندي بتاعت السنكرونس ماشين او السنكرونس جنيراتور. اوصلها الاول عشان ما ننساش. اوصلها بدي سي سورس. اطلع ادخل من النقطة الاولى لي ملفات الروتور. ممكن اوصل على اميتر او مش لازم. انا عندي مش هوصلها على اميتر. طبعا عشان وفرة الاجهزة وكده. اوصلها على الاول نقطة في دي سي سورس. النقطة التانية للنقطة التانية للدي سي سورس. بالشكل ده. بالسالي توصيل الشنط ماشين. اوصلوا مجزتين دول مع بعض. دول ملفات القروتشور ودول ملفات الشنط او ملفات المجال. اصلاهم شنط مع بعض بالشكل ده. بطلع من النقطة الاولى ليه. الى عندي. بدخل على مرضو مصدر دي سي. ممكن نختار هنا نفس المصدر او نختار مصدر تاني. انا اختار نفس المصدر. الشكل ده. وارجع من النقطة التانية لدي سي سورس. على النقطة التانية وعمل بيكسالة الشكل ده كده. وبكده يكون انتهى توصيل اول تجربة معنا تجربة في حالة السنكورونة سمشينا.